دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها بخاصة تلك التي تستهدف المناطق المدنية وصرح جمال رجدي المتحدث الرسمي وباسم الأمين العام أن أبو الغيت شدد على أن استباحة سيادة لبنان على هذا النحو قد تؤدي إلى التساعي رقعة الصراع مضيفا أن الحال الدبلوماسي ما زال ممكنا وفق القرار 1701 الذي أعلنت الحكومة اللبنانية أكثر من مرة التزامها به كما أكد إيمانه بقدرة اللبنانيين على الاستمساك بالسلم الأهلي والبعد عن أي مماحكات أو تنازع طائفي